اشتركوا في القناة وقرن في بيوتكم وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء بيوتهن خير لهم والمرأة في بيتها طليقة تذهب إلى كل ناحية من البيت وتعمل حوائج البيت وتعمل لنفسها فأين الحبس؟ أين السجن؟ نعم هو سجن على من تريد أن تفرح وأن تكون كالراجل ومن المعلومة أن الله تعالى جعل الرجال خصائص والنساء خصائص ومن يز بين الرجال والنساء خلقة وخلقا وعقلا ودينا حسب ما تغطير حكمة الله عز وجل ونقول إن المرأة التي تقول إن بقاء المرأة في بيتها سجن أقول إنها معترضة على قول الله تعالى وقرنا في بيوتكم كيف نجعل ما أمر الله به؟ سجنا لكنه كما يقول السجن على من تريد الفراهة والإتحاق بالرجال وإلا فإنه سرور البقاء في البيت هو السرور وهو الحياء وهو الحشمة وهو البعد عن الفتنة وهو البعد عن تطلع المرأة للرجال يعني المرأة إذا خرجت ورعت هؤلاء الرجال هذا شاب جميل وهذا كهل جميل وهذا لابس من ثيابا جميلة وما أشبه ذلك تفتتن تفتتن بالرجال كما أن الرجال يكتسمون بالنساء فعلى النساء أن اتقن الله وأن يرجعن إلى ما قال ربهن وخالقهم وإلى ما قاله رسول رب العالمين إليهن وإلى غيرهن وليعلمنا أنهن سيلاقين الله عز وجل وسيسألهم ماذا أجبتم المرسلين وهن لا يجرينا متى يلاقين الله قد تصبح المرأة في بيتها وقصرها وتمسي في قبرها أو تمسي في بيتها وتصبح في قبرها ألا فليتق الله هؤلاء النساء وليدعن الدعايات الغربية المفسدة فإن هؤلاء الغربيين لما أكلوا نحوم الفساد جعلوا العصب والعظام لنا نتلقف هذه العصب والعظام بعد أن سلب فائدة هؤلاء الغربيون وهم الآن يئنون ويتمنون أن تعود المرأة بل أن تكون المرأة كالمرأة المسلمة في بيتها وحيائها وبعدها عن مواقع الفتاة لكن أن نالهم ذلك أن نالهم التنوش من مكان بأم أفيدر بنا ونحن مسلمون لنا ديننا ولنا كياننا ولنا آدابنا ولنا أخلاقنا أن نلهث وراءهم تابعين لهم في المفاسد سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله نعم شيخ محمد الذين ينادون بخروج المرأة ويقولون بأنها طاقة معطلة كيف نرد عليهم؟ نقول الحقيقة أنهم إذا قالوا هذا الكلام هم الآن يريدون أن يعطلوها المرأة شأنها وعملوها في بيتها فهي إذا خلت السوق تعطل البلد وإذا تعطل البيت هذا سطيل الطاقة لو أن المرأة في بيتها والرجل في دكانها استغنى كل إنسان بما عنده وحصلة الراحة للرجل وللمرأة أيضا وسبحان الله أين حنن الأمومة أن تذهب المرأة إلى عملها وتترك أطفالها الصغار من بنات وبنين يربيهم يربيهم امرأة قد تكون ناقصة الدين ناقصة العقل ناقصة المروعة لا تعرف خصائص المجتمع فيتربى هؤلاء الأطفال على ما تربيهم عليه هذه الخادمة فيتغير المجتمع كله وربما تكون الخادم غير مسلمة فتربيهم على خسال الكفر ما هذا نسأل الله تعالى أن نسلح شعبنا وأن نسلح أولاة أمورنا وأن يسلقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحذرهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه إنه على كل شيء قدر اللهم ولي علينا خيارنا وقفنا شراء شراء لنا شكرا 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 شكرا